إذا حايفت تتعلم اللغة الإنجليزية بالصوت والصورة وما تعد تنسى الكلمات أبداً، تابع هذا الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم النور من ماستر إنجليش واليوم رح نكفي بسلسلة الهوموفونز، الكلمات المتجانسة باللغة الإنجليزية اليوم الدرس هو هوموفونز، نهار الخميس إن شاء الله في عنا ناترلايزيشن تست هو درس للمتقدمين وليلي بدون يقدموا على اختبار الجنسية بأمريكا وكمن ليلي مهتمين بتاريخ أمريكا ونهار السبت إن شاء الله في درس إنتو كتير كتير عم تطلبوه وهو interview questions مقابلة عمل وأكد بالمستقبل حيكون في كتير دروس مهمة فاضغطوا على زر subscribe هلأ إذا ما ضغطين من قبل هيا لنبدأ Let's begin بالدرس الماضي عملنا امتحان إذا حبين تعملوا هالامتحان وتتعلموا more هوموفونز اضغطوا على الشريط الأبيض اللي حملوا عنكم فوق عالشاشة اللي أجوب بالامتحان هن شميل أو يسار 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 ويمين يعني كلهم يسار معادة آخر سؤال الجواب هو اليمين لنبدأ الآن بالدرس اليوم أول هوموفون لليوم هن كابتل وكابتل أول كابتل مع A قد تعني العاصمة وقد تعني رأس المال وقد تعني أيضا الحروف الكبيرة أما تاني كابتل هو مبنى رسمي وفي الولايات المتحدة هو مبنى الكونغرس كابتل must always be capitalized يعني دايما منبلش كابتل بحرف كبير حرف السي الكبير وليس السي الصغير كابتل must always be capitalized تاني هوموفون هنه أنت وأنت أول أنت هي النملة أما تاني أنت مع you فهي تعني الخالة أو العمة إذن النملة أو الخالة أو العمة حسب الكتابة والتاني مجموعة هوموفونز هنه مجموعة سنت أول سنت تبدأ بحرف السي هي وحدة مالية هي جزء من مئة من الدولار أما تاني السنت تبدأ بس والسي فهي تعني رائحة وعادة نستعمل سنت لما نتكلم عن الروائح الجميلة أما سنت فهي تعني أرسلة هي الفعل الماضي لسند وهي irregular verb إذن عنا سنت، سنت، وسنت ورابع مجموعة هوموفونز هنه دايز وديز مثل ما شايفين بالصورة الأولى عشمل دايز هي جمع وهي تعني أيام أما دايز تنتهي بزد وإي فهي تعني دوخة وممكن كفعل تعني أصابه بالذهول أذهله تازلين تعني باهر وهي تأتي من كلمة دايز مع زد وإي يعني الشابين سببت لها دوخة ونسيت كم يوم بعد فيه للعيد وخامس مجموعة هوموفونز هنه فلاور مع O-U-R تعني الطحين أما فلاور F-L-O-W-E-R فهي تعني الزهرة وفي ناس سألوني بالدرس السابق عن الفرق بين فلاور وروز روز هي الوردة اللي عادة منشوفها بالمناسبات الرومانسية أما فلاور فهي تعني زهرة وهي التي تزهر الثمار إذن في عنا فلاور طحين وفلاور زهرة سالس مجموعة هوموفونز هنه كارت، 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 كارت عنا أربعة كارتز أول كارت تعني قيرات وهي وحدة للوزن نستعملها عادة للأحجار الكريمة أما كارت تنتهي بE هي هذا الرمز اللي شايفينه بتاني صورة وتالت كارت مع double R-O-T تاني الجزرة وآخر كارت مع K هو أيضا يعني قيرات لكنه مخصص لوزن الذهب نستعملنا نعرف نسبة الذهب بالمجوهرات عادة أحب ألفت لكم النظر إنه كارت مع K وأول كارت مع C خارج الولايات المتحدة عنده نفس المعنى وبينكتبوا بC ما في K-A-R-A-T آخر واحدة الكارت نستعملها بس بالولايات المتحدة وهي مخصصة للذهب فقط يعني خارج الولايات المتحدة بيستعملوا بس C-A-R-A-T ومنستعملون للأحجار الكريمة وللذهب كمان سابع عمو فونز هنه اميغريت و اميغريت في فرق بسيط باللفظ اميغريت اميغريت وفي كتير ناس بتعاني من مشاكل بالتفريق بينتهم أنا هون لا حللكم هالمشكل اميغريت مع E تعني أن يهاجر خارج بلد ما أما اميغريت مع حرف I فهي تعني أن يهاجر إلى بلد ما فهون بيجي كمان لبرابوزيشن الصحيح اللي لازم نستعملون مع اميغريت نستعمل from من هاجرنا من وما اميغريت I نستعمل to You immigrated to France وتامن مجموعة همو فونز هنه هير و هير أول هير H-A-I-R تاني شعر أما هير H-A-R-E فهي تعني أرنب وفيه فرق بيناته بين rabbits باللغة الإنجليزية الهير H-A-R-E عادة عنده دينين كبار ورجلين خلفيتين كمان أكبر من الأرنب العادي الأرنب كمان العادي بتلاقوه بيحفر تحت الأرض أما الهير عادة بعيش فوق الأرض ما كتير بيحفر تحت الأرض فهذا هو الفرق بين هير و رابت وتاسع همو فونز هنه T أول T هو حرف T متل ما شايفين عنا الكابتال لتر أول شيء و سمول لتر حدا والتاني T مع E-A هو الشاي وعادة بالمملك المتحدة بتلاقوه انو كتير بيحبو الشاي تعرفو انو ببريطانيا بيشربو 165 مليون كوب من الشاي يومياً هادي الكمية بتكفي لملء حوالي 20 بركة سباحة أولمبية بس مع هيك تركيا و إيرلندا بيشربو شاي أكتر من بريطانيا فهيلي معلومات حلوة حبيت شاركة معكن وآخر T هي بالغولف اللي منحط عليها طابة الغولف متل ما شايفين بالصورة ولحننهي درسنا بجمع بعض الهومو فونز اللي أخذناهم سابقاً أول واحدة هي جمع تيز فأول تيز هي جمع حرف واحد من التي أما تيز تاني تيز هي أكواب من الشاي وتالت تيز هي معناتها يغيظ يحرقز أوكي تيز وأكيد تيز آخر واحدة هي جمع هول الإشياء اللي منحط عليهم وكمان بجمع sense بيصير عنا كلمة جديدة sense وسنس روائح وسنس تعني يشعر أو إحساس حسب إذا كانت verb أو noun إذن الكلمة الجديدة sense تعني يشعر أو إحساس شعور والآن لح نبدأ بفقارة الأسئلة flower flower is it A or B flower تاني سؤال days days is it A or B what about ant 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 وإخر سؤال لليوم emigrate emigrate ولح ساعدكم منقول emigrate from هاو كين درس اليوم بليز اتواصلوا معنا على جميع مواقع التواصل اللي عم تمروه هلأ على الشاشة وعطونا شوية وقت لنرد عليكم عم يوصلنا كتير رسائل ونحنا كتير عم نشتغل هالأيام لنوفر لكم أحسن محتوى وأفضل محتوى للتعلم اللغة الإنجليزية شكراً كتير لأنكم وصلتوا لآخر الدرس أنا بيشرفني أني عم علمكم اللغة الإنجليزية وكتير بحب اسمع منكم أوقات لما حس حالي مجعبه ليشتغل بقرأ يور كومنس وبتشجع فبليز اكتبوا لي يور كومنس تحت وإنا إن شاء الله هقيرا هون كلون كامل فارجوا حوكم القناة بالضغط على زر لايك وشاركوا هالدرس مع أحبابكم كرمال يستفيدوا معكم وشوفكم بالدرس المقبل إن شاء الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر